موسيقى من جبل الزيتون اللي بيطل على البلدة القديمة مدينة أورشليم القدس بتشوفوا البلدة القديمة وكمان خلف البوابة الشرقية واليوم طبعا بسموها البوابة الذهبية اللي كانت قديما مدخل للهيكل اليوم راح أتكلم عن عبارة قالها المسيح على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني طبعا المسيح كان بواجه آلام مبرحة شديدة جدا يتوجع في العظم واللحم وطبعا النفسية أيضا الألم النفسي إلهي إلهي لماذا تركتني هذا الإعلان لليهود أنه المسيح وأنه لابد أن يتم ما هو مكتوب عني كما قال في نموس موسى والأنبياء والمزامير في مزمور 22 في نفس العبارة اللي اقتبسها في نفس هذا المزمور مكتوب إلهي إلهي لماذا تركتني ثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون لاحظ أيضا لم يقل أبي أبي لكنه قال إلهي إلهي مع أنه على الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم وعندما قال يا أبتاه بين يديك استودع روحي لكن في هذه العبارة قال إلهي إلهي يتكلم كإنسان كنائب عن كل البشرية أو كما قال عنه إشعياء النبي والرب وضع عليه إثم جميعنا صار ذبيحة إثم مكتوب عنه أنه صار لعنة لأجلنا في هذه الساعات الرهيبة كان ينال عقاب البشرية أجمعين فصرخ هذه صرخة الأجيال إلهي إلهي لماذا تركتني طبعا هذه كانت أبعد مسافة تعتبر بين الله ويسوع كإنسان فإذن هذا الإعلان كان لليهود تتميم لنبوة مزمور 22 هذا المزمور كتب بالوحي قبل ألف سنة من تتمت هذه النبوة وفي نبوات عديدة في هذا المزمور كأنك أنت أمام مشهد الصليب اللي بتتكلم عن كل الأقسام وطريقة الصلب في أيام الرومان داس المعصراء بنفسه كما يقول الكتاب إلهي إلهي لماذا تركتني خلي بالك إنه هذه تتميم للنبوة أولا وإنه هذه الكلمات المسيح برددها وكانوا يرددونها كمجموعات يعني شخص بقود المجموعة بنوب عن مجموعة إلهي إلهي لماذا تركتني وكل المجموعة تردد هذه الكلمات من وراء فهي صرخة كل الأجيال لأن الخطيئة تحجز الخطيئة تفصل والخطيئة تحجب فعلا أظلمت الشمس وصارت هزة أرضية وانشق حجاب الهيكل ثم هذه الصرخة ينوب المسيح عن كل البشرية قبل العقاب والقصاص الإلهي وحمل في جسده خطيئنا حتى نحصل على الشفاء الإلهي هذه العبارة أحباء لا تقلل من شأنه كما يظن البعض بل بالعكس تقودنا إلى العرفان والشكر والجميل أنه أعطى الحياة من خلال حياته وأعطى الغفران والحياة الأبدية هو سيد كل الأحداث في نفس الوقت الذي قال بإلهي إلهي استطاع أن يقول للص التائب على الصليب اليوم تكون معي في الفرداوس غفران خطايا حياة أبدية والضمان الأبدي هذا اندل على الشيء طبعا بدل على سلطان لهوته وجلاله أيضا ترجمة نانسي قنقر